اشتركوا في القناة وأكد سيادته التطلع على استمرار التعاون المثمر بين مصر والبنك الدولي في إطار دعم الجهود التنموية للدولة وكذلك الأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقتها الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي بوجه عام باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية خاصة بعد التجربة الناجحة عبر السنوات الماضية مع البنك الدولي التي تحقق خلالها مؤشرات اقتصادية لافتة من خلال برامج دعم البنك وكذلك بإرادة الشعب المصري كما تطرق السيد الرئيس إلى ملف سد النغبة مستعرضا سيادته التطورات الجارية فيما يخص المفاوضات ومشددا على أهمية مياهني للحيوية بالنسبة لمصر وشعبها وأيضا الفارق الجوهري بين الحق في التنمية والحق في الحياة والوجود من جنبهم أعرب أعضاء وفد البنك الدولي عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مؤكدين أهمية دور مصر المحوري في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ونجحها في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر السيد الرئيس أكد أهمية الدور الفاعل الذي يطلع به المجلس الاستشاري لكبار العلماء وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من عجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على أفكار ومقترحات أعضاء المجلس المتعلقة بكيفية النهوض بعدد من القطاعات الحيوية في مصر كالتعليم والبحث العلمي والصحة والزراعة حيث رحب سيادته بكافة هذه المقترحات مشيرا إلى أهمية دراستها والتنسيق بشأنها بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتلافي الازدواجية والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة الاجتماع شهد استعراض الوضع الحالي للبحث العلمي في مصر وجهود الارتقاء به كعنصر رئيسي في عملية التنمية كما تم عرض ملامح الاستراتيجية العامة لتطوير منظومة الصحة في مصر لسيما فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل المهني كما تم خلال اللقاء عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفني والمهني في مصر فضلا عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ